سؤال لكل ست بيت شطرة وانا عارف ان انتو كلكم شطرين لو فضل عندك كشري من اللذيذ الطعم اه ده تاني يوم هتعملي جنبه ايه هل هتجنبيه خلاص وتعملي اكل جديد نوفي تاني ولا هتعملي في ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم حبيب اعملين ايه يا رب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا رب ان شاء الله بازن الله تكون ايام مباركة علينا وعلى الامة الاسلامية جميعا اللهم امين يا رب العالمين تنسوش الصلاة والقرآن في الايام المباركة الجاملة والدعاء في الايام المباركة الجاملة دي سؤال لكل ست بيت شطرة وكلنا شطرين الحمد لله رب العالمين لو عندك شوية كشري بتعملي جنبهم ايه تاني يوم هل بتركنيهم ولا كأن موجودين او يتكلوا كده في فطار او يعني ايان كان وخلاص على كده خصوان بسم الله ما شاء الله بيبقى عزد الاسرة كبير ولا بتعمل ايه الشي في النهاردة جايب لنا فكرة جميلة جدا منه في لذيذة 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 وتعمة واقصادية جدا 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 هنعمل بيها هندور بيها الكشري اللذيذ ده مجرد ان هنعمل ورد جديد بصوا الورد تفرقي كده بصوا والله الولان يعني فيه اسوات تانية مع هنا كنت سمعتكم السوات الخش خشة بتاعة البصل الورد يلا بينا نشوف الشيف دور ازاي الكشري بحس يبقى غدا جديد يلا بينا تابعوني بسم الله الرحمن الرحيم في البداية اللي عايز سرقة الكشري اللي انا عاملاها اللي احنا هنزوده النهاردة هسيبه لكم في علامة اهلا الفيديو فوق باذن الله وفي الكومنت المثبت وفي صندوق الوصف هنجيب زيت سخن على النار في طاصة ونحط فيه المكارونا المتوسطة بتاعتنا دي عارفين المكارونا المقصوصة اللي بنونا عليها مقصوصة دي اللي منها او اي نوع مكارونا انتو حبينه براحتكم بس دي بتبقى لايقة ودي اللي هتزود لكم او الفكرة اللي هنزود بها الكشري يبقى غدا باذن الله اه تاني يوم ندور نزود كمية الكشري تاني يوم خلاص غير اما نعمل الورد يعني زود دي بقى الورد اعملي ورد جديد تمام وبعدين بصوا تحمرت بشكل جميل لذيذ هنشربها بايه او نخليها تستوي بايه بمية الحمص والحمص اللي احنا عمناه مع الكشري اللي هسيبلكو الرابط بتاعه فوق وفي الكومنت المثبت وفي صندوق الوصف خلاص هنحط الحمص ومية الحمص المية بتاعتي اللي انا بعملها بالحمص يعني اه بتبقى فيها اه بصل اه طوم طماطم فتبقى لذيذة وطعمة وجميلة هنشرب بيها المكارونة هتشرب بالمية دي وهتستوي فيها مع الحمص يبقى تغري فيه طبع من اللي فاضل لان اه لان انا بعمله في حلة واحدة لازم ترجعوا للفيديو يعني اللي مش اه او اللي ما شافش اه الكشري اللي انا بعمله ازاي انا بعمله في حلة واحدة فتغري في شوية منهم بقى وتحط عليهم ازا بنقول كمالة كده من اه المكارونة بالحمص بدلا ما تحط حمص بس اللي هتحطش مكارونة بالحمص وديك عملت ورد جديد وبقت غداوة جديدة ربنا يعيني الناس ويكون في عنهم كلنا في الهواء سواء يا عزيزي اه خلاص كده عملنا غدا جديد يوم جديد بازن الله والله الرزاق سبحانه وتعالى اه ادعو ربنا كسير في هذه الايام المباركة اه ربنا يعيده علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية جميعا بخير يا رب الله ما امين يا رب العالمين اه هيتشرب بقى المكارونة هتتشرب فكرة جميلة ولزيزة انا كنت ساعد بعمل ايه ده دي فكرة الشيف ممتازة 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 انا كنت بعمل ايه بقى اعمل اه شوية شعرية برز وازود بيهم لا الشيف اعمل الحركة دي وعجبتني جدا 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 وقلت اه انقلها يعني لحضراتكم يا رب بتكون عجبتكم اه انا بقول لكم كنت ساعة انا بعمل شوية اه اه رز بشعرية واكمل بيهم لكن الفكرة دي عجبتني اكتر ليه لاني بنستغل مية الحمص والحمص وبتبقى ليقة لان احنا اصلا في اكلة بتبقى معمولة مكارونة بحمص او مكارونة بعتس معمولة عندنا في القناة فعجبتني طبعا طبعا علشان هو شيف ما شاء الله ربنا يبرك في صحته ويصلح حاله الله مأمين يا رب العالمين فيارب بتكون الفكرة بتاعة الشيف عجبتكم في تدوير الاكل تاني هنسيبها بقى تستوي عادي خالص تتشرب يعني سيبها المكارونة العادية تتشرب وتستوي عادي خالص وبعد انت غري فيه وتحطي مع الرز بقى اللي هو كشر الحلل الواحدة اللي فاضل منك من المبارح زودي عليه بقى بالحمص مع المكارونة والورد الجديد وعندك السلسة بتاعتك والدقة بتاعتك بقى غدا تاني وربنا يا رب يصلح الاحوال يكون ان شاء الله بإذن الله عيد سعيد علينا جميعنا اللهم أمين يا رب العالمين ومن يعظم شعائر الله فإنهم تقوى القلوب افرحوا وفرحوا ولادكم وفرحوا أساركم كل سنة وحضراتكم طيبين وبس خلاص هنغرفه يبقى بالمنظر الجميل الروعة ده بصل جديد اللي هو الورد حمص ومكارونة زودناهم زودنا يعني الكمية فبقى غدا جديد كشر جديد كشر جديد أهو مفوش أي حاجة يعني كأن عملنا تاني أحيانا يعني أحيانا غدا بتاع اليوم يارب تكون عجبتكم فكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي